أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عرض مشروع تأهيل وإنشاء طرق سريعة وفرعية في المؤتمر الدولي للمانحين والمخصص لإعادة إعمار العراق والذي سيعقد في الكويت الشهر الحالي والهيئة وفي بيان لها كشفت عن الكلفة التقديرية لمشاريع الطرق التي ستعرض في المؤتمر والبالغة 3 مليون دولار مؤكدة أن هذه الطرق ستشمل الخط السريع بغداد البصرة وطريق بغداد الموصل وطريق ربيع عفيش خابور إضافة إلى تنفيذ خط سريع يربط بغداد وبعقوبة بالحدود الإيرانية ويخطط العراق لعرض 157 مشروع استثماريا في المؤتمر المقرر أن تشترك به نحو 70 دولة ويجمع خلاله 100 مليار دولار لعادة بناء المناطق المحررة